اشتركوا في القناة كمان رح نشوف مع ليلة وكيف نقدر نكون عم نقرن الجمال الخارجي بالجمال الداخلي. أهلا وسهلا فيك. أنا كتير اشتقت لك. وبحب اليوم أول رمضان مبارك للجميع. ونحن بهالشهر الفضيل ديماً بنحكي عن الروح. عن روح الطيبة. عن النفس يلي هيك عنده عطاء. عن الشيء بشعب وجوهنا يلي إلو دخل بداخلنا بالإشياء اللي بنشعر فيها. منلاحظ بكل بساطة تطلع بتشوفي أحياناً أشخاص كتير حلوين. بس ما عندهم روح طيبة. بتشوفي اللبسين كتير حلو. بس ما في روحية بتيابهم بأشسيدهم. بزيت الوقت في أحياناً بتحسي الحجر بتحسي في روح. بتحسي بالديزاينر لما بيكون الأركيتكت كتير كرييتف حتى الحجر. بتحسي في روح. بشي هيكي ستيموليتيو. بيج مليون لما لاحظنا بالعصور القديمة اليونانية تنيقلت قصة بيج مليون لتجسديت بمسارح بأفليم مع مايفير ليدي. بيج مليون لما نحت امرأة وهي حجر وبعدين الأسطورة بتحكي عن كتير إشياء خيالية من بعدها. جسديت أن الحجر بنقدر نزرع فيه الروح الحلوة كيف الإنسان. وبزيط الوقت أودري هابرن أودري هابرن يلي جسدت دور مايفير ليدي واللي كانت بيات الزهور اللي تحولت لأريستقراطية واللي نجح فيها كان روحة طيبة ويلي خلت هالفين يكون نحنا كتير هيكي مشدودين لقاله ونعرف شون هيتو. أنا اخترت لنكون برمضان كل مرة عم نختار جميلة من جميلات عسرة لأنه الفين مايفير ليدي بالستينيات وكننا عم نحكي عن أصور يونانية وبعدنا عم نحكي عن الجميل ودور الجميل يلي بيقدر يكون ناطق يلي بيكون عنده كتير روح حلوة. على كل حال أودري هابرن يعني المثل الأكتر يعني صحيح على هالموضوع على موضوع الجميل بالبساطة مش مقولش هالجميل المشاعبي البساطة فأزن من الداخل هيدا الجميل مش بساهم صحيح ومش نهيك نجحة كتير بالدور يلي قدته أنا حضرت شوي بكل أدوار على كل حالي بكل أدوار حضرت شوي صور لأودري يلي كان عنده ستايل بتلاحظي هي كانت سباقة أنه فيجيتاريون بذات الوقت تشوفي تطلعي تشوفي ستيلة كيف كان أوكي شعر أسير عينية واسعين حاجبها ما كان بالسماكة يلي شفناه بعدين تشوفي الطفولة يلي عم بتشوفيها بوجها الكاركتير فيه بشعب بنظارة الداخل وفي عنده بيس بوجها تحسي فيه سليم داخلي بدون ما تتعرفي عليها هالغرة الأسيرة يلي كتير صعب تلبق لمين ما كان بتحسي نص جبين مفتوح وبتقولي لحالك يعني عن جد منلاحظ هون كيف أخذت كاركتير لحالك غيرت السليل شوفي هالغرة بقيت عم تعطي مدى لجبينة أخذت امتدات لحاجبها وسمكته ولكن كان دائما عندها تيب إنها مخصورة وبزيت الوقت هالمنفوخ بتيبها على طول جسد شكل خاص فيها وبعدنا عم نحبه وهلأ كتير كتير موضة أودري هابرن كيت ما بتتطلع فيها بتشوفيها حلوة في صور تانية اللي حنشوفها بفين بيرنارد شو كتير أبدع بكتابته لقصة بيج مليون ولكن كان الإبداع لحضورها منشوف هون منخارة منه منحوت منه مزبط بس في كاراكتان بس هيدا المنخار لهيدا الوجه هيدا المنخار لهيدا الوجه وتعطيه لحدا تاني بتقول لازم ترفيع بس تخيليها بهال هيكي السليم اللي عنده إنك تشوفيها بغير هالشكل أكيد لا شوفي شفيفة حتى شفيفة من لون منتفخين منون التوازي اللي موجود كتير صحيح لأنه شفة الفوقينية أصغر شوي من التحتينية وهيدا المطلوب دايما اللي حتى نعطي فم جميل بتشوفي الايلينر اللي اشتهدت فيه كانت دايما تحت ايلينر من فوق وهيدا يعطي هيكي سبات لنظرة عينها ولطريقة الفريم اللي بتعطيه بحاجبة بسورة دايما في نقل بتشوفي من الطفولة ما فيه كاراكتير بس فيه سليم مشانيك أنا اخترتها تتكون بأول حلقاتي لحتى احكي عن هالسليم هالبراءة شوفي البراءة طيبة بكل أعمارها وبالرغم من صارت بأسرها وقدرت ضلت على نفس الابتسامة وعنفس النظرة شوفي حتى بكل بكل اللوكس طبعا بتشوفي فيه شي عم يحكي بتشوفي الستايل عنده اكسينتشوائشن شوي بس ما في كتير ما في هالدفنشن الأوفر الأوفر أو وصولا لنشوفها بالفيلم مايفير ليدي يلي كان عنده هاللوك اللي اشتهرت فيه الهاتس الحلوي يلي قدرت تبين أنه بالفعل الاريستقراطية بتشوفيها هون عنده عنده لحظة كاتيا شي كتير مهم الكونتورين والهايلايتين اللي كان ينعمل بالماضي كتير مبدع أكتر من هلأ لأنه بتشوفي الضو يلي دايما بيعتم عند جولاينز والرقبة الضو اللي بتشوفيه عند عضمة الأنف ونص الذقن وعند الهي تشيك بونز والأسة الشعر الأسيرة بده كتير جريئة وشوفي قديش الفيتشرز اليوم جريئة كمان أكيد أو إذا بتطلع بي حاجبة بتشوفي هالإمتلي قدرت تعرف أنه حاجبة لازم يكون أملة مع وسع عينية مش دايماً منعرض حوجبنا إذا كانوا عينينا صغار هيدا الشي ميكون وقعنا بفخ مودة وهيدا فاشن بيكتم للناس اللي كتير عرضت بالتتواج وهلا عم نعاني أنه نشيل التتواج العريض لنرجع نعطيهم أكل الوج يعني أكل الوج وشوفي هالنظرة بحاجبة أكيد تتوية لأنه نحن شفناها أنه كانت حاجبة كتير رفاع ولكن كانوا خفيف قدرت تسمكن ولكن تعطيهم حضور ومنلاحظ هون هالوج المبتسم مهم كتير لازم الإنسان دائما نسعى ليعمل اللوك تبعه ما يعطي حزن نحن دائما نجرب نصححه ونلاحظ هون بالتغيير أنا ما بحبها بهذه الغرة ولا بهذه الشينيون بحبها مثل ما تعودنا نشوفها وبذات الوقت she's always beautiful يعني مش معناتها لحظة هون هيدا الستينيت يلي معروف الإنسان لما بيكون هاللوك نحن دائما منحبه وفيه بتحسي أنا الريد لبستيك ما بشوفها فيه بشوفها بدارك ريد يعني البوردو الغامع هالستيل أنا كتير ريترو لوك هيدا بيكبرها كتير حقيقة وهون حتى ما بحس بهيدا الشقار مشانك اخترت الصور هون تغير سالشخصتين بتحسي كأنه حدا عم بجربي قلدها حدا عم بيكون يقول أنا بيشبهها ولكن ما بيشبهها لدرجة أنا شكيت يكونوا صورة التي ممكن حدا بحطوهم بتعرفين حم نعمل سيرتش بس بعدين تأكدت أنه صورة لحظة هون هاي دي هي حتى حتى بهالتمشيطة الغريبة العجيبة بتحسيها من الجميل الفراعنة الأقديمة يعني هيك وسح العينين سحبة الحاجب وتتش هيك فيه تتش فيه تويست ديما عندها غريبة عيدا ستايل الماكياش هيدا الزاوية منها هلأ على المودة منها على المودة بس فيك تعملية فيك تعملية وتكوني إن وتكوني حلوة لأنه امتداد العين ولا مرة بيوقع العين الشرقية دخلت على يوروب بشكل كتير قوي العطر الشرقي دخل بتشوفي دايما صار في عود صار في دايما تتش للسموكي آيز اللي دخل فيه اليون الايلاينر الكحلة العربية الأسود وبذات وقت العينين الواسعين مجبورة أني كتدي بهذه الطريقة بديك تغمي بديك تتمدي لأنه إذا كانوا واسعين ودورت يون بيصير التدوير كتير قريبة من الأنف وهون بيصير فيه جماليات خاطئة إذا منشوف بلوكل اللي كانت هي فيه باقعة الورد اللي منشوفها هون معهيدا وكله أنا ما شفت ما كانت أريستقراطية هي وحتى عم بتبيع ظهور هل هي البوشور طبعا أصلا البوشور عالي كتير كتير شوفي شوفي ما فيها تكون أبدا وحتى بلا ميكا شعبية بلا ميكا بلا ميكا بلنا شعبية بعدين بلرينا أبدا ما فيها تكون غير هيك بري ترو بتطلع هيك حتى بسيمبل دراس اللي بستو بهالهات اللي كانت يستخدمها الناس العاديين لأنه كان الأريستقراط يلبسوا البرانيت الكبيرة ويلي عندها كابلين كتير عالي وقصص منشوفها من بعد ما اشتغل عليها شوفت ضحكة يلي ما فيها ليه نحنا لازم نثقف نفسنا عادتنا صوتنا ضحكتنا كيف ابتسمتنا شوفي الحركة الحركة اللي عم تشوفيها بوجها هي اللي ما فيها حضور هذا شيء اللي بدنا نركز عليه اليوم لنقول الجميل هو نحنا لازم نشتغل على الحركة مع جميلنا ما فينا نبرز مكياجنا ما يكون عم ينطق لأنه يقدر يكون مثل الحجر شوفي باللبس لما مش مخصور خسرة لما مش منعطها كاركتير لجميلة بتحسي واحدة من مليون يعني شفتي وكأنه حقيقة هذا الحجر اللي نحكينا عنه بقصة بيج مليون بينما شوفي التطليع هون يلي ما فيها حضور ما فيها أنوسة كتير لازم نفكر أنه يكون ثقافية اللي نحنا منتقف نفسنا فيها كأنوسة هي مبنية على الأنوسة على الفامينانيتي الجذبية هي بالحديث بالصوت بالتمشيطة بالكاركتير بالعطر بالعطر المتميز مش الأقوى من شخصيتنا يلي بيدخل قبلنا ندخل نحنا وعطرنا بأكعاب الاسكاربينيت مش نكون كتير عم نلبس الدبل سمال يلي كتير أحيانا بيدهر الإجر ما بتعود مأشوعة منشوف هون نظرة الإيد تطلع فيها كيف عم تطلع فيها بينما أنا هون بتطلع بالرجو حتى مشوف قعدتوا كأنه فيها خطأ لشخص عم يدرس جميلة أنا بحب لما أطلع أي شي عم شوفه ضلني شايفة الرجل بهالتعريم الحلوي اللي عنده إياها وهون البداية البداية اللي بتشوفي تطلع صار صار فيه نظرة ثقفها الجميل وأكيد ثقافة الجميل قبل ما تطلع فيها على المجتمع بدها أشغل كتير ولازم نحنا نشتغل على بناتنا مش بس على العلم اللي منعلمون نبلش نحنا نكون مريه لألون لحتى لما منكون منا نطلع بي بيجيل حلو يكون مش متأثر بس بالستارلوك بالمجلات بيشوفوا بيشوفوا على الانترنت بيشوفوا المجلات يلي بتركز على نواحي معينة على نواتق معينة من بلش نقول إنه في بروبورشنز بدنا نشتغل عليها وبندنا نشتغل على نخلي هالروح تنطق بيجميل يشع على الخارج وهيدا بده ماسكيت بده عينيه بده نعرف شو بيلبقنا مثل ما عم نشوف هون بيئة الأريستوكرات شوفي هالنظرة الجميلة جدا الحضور المتميز ولكن أنا بتسأليني بحب أودري بالصور يلي بيانتوا نقبل يلي كان عندها هيرون كاركتر أما هيدا اللوك يلي منحب لما بدنا نقلد أودري منحب نشوف حالنا بهيدا الستايل يلي كتير جرانديوز يلي بالنهاية العينيه هي يلي بتقدر تعطينا هالشي ما نركز بس على الميكوب نركز إنه نعمل ديتوكس نركز على الأعشاب يلي مرش فيها وجنا تحتى نقدر نعطيه هالبريق يلي منركبه بالبيت نعمل تريتمينت بالمعهد من الميزوثيرابي يلي كتير غني بالبيتامينات ناخد الأمور يلي تقدر تغذي بشرتنا وتنظفها يلي هي المسكات المساجات يلي منقوم فيها كلها هايدي بتشغل النظارة لحتى نكون قدمة فينا بهالفترة عم نشتغل على نظارة البشرة ويجي الميكوب تيدوي بمسابة الضوية اللي بتحطيه عاي ديزاين بتعمليه عايشي بديك تطلقيه في دولة حتى يكون عم بيبرز العمل يلي أنت بيصير على نسبة ميكوب ممكنة بتبرز الشخص والسئة يعني بيكون في عينية بالجسد أو حتى بالبشرة في سئة كمان بتبين على عيون لأنه الإنسان بس يشتغل على حاله ويعرف شو بيلبق له يعرف شو الميكوب يلي يجب يستخدمه شو العينية اليومية أي نوع كريمات في كتير نيس ما بتعرف شو بدا تنقل خاصة السبايا الصغار يعني أول ما يبلش ويكونوا بدون يعتنوا بحالهم أو حتى ياخدوا كاركتير أو لك معين ما النهينة ما النهينة وقيام كتير بيتأثروا بالماما إذا كانت مهملة شوية بيكونوا مهملية أو بيروحوا تودا بيصيروا كتير يعتنوا ولكن دايما نحن منحب نكبر ولما منكبر منفتش كيف نصغر خرينا نعيش هالطفولة ويكون في عنا حقيبة جمالية بنا نستغل للفرصة لنقول شو هي الحقيبة الجمالية للبنت اللي أم كتير بتقول أولكن صار لازم أكيد صار لازم لما تطلع وتشوف صار لازم إذا عم تشوف دهون على سطح الجلد معناتها لازم نختار صابوني إنها تعمل هالبالانس بالعكس يكون عندها من الشمس مدروس ويكون يبتدي أقل شيء سنفلتر بروتكشن فيفتين يكون إذا كانت عم تسهر وعم تتعب ومعن بتنام وفي نقص بالمعادن بفعل أمور كتير لأن المعاد بغير كتير أمور بحياة الفتاة صحة شعرها لون بشرتها لإسفرار كمية الشعر كل هالإشي حتى سن البلوغ عند الرجل بيحدد له حجم شعر وكل هالأمور لازم ننتبه لأمور كتير عند الرجل إذا الشعر مدهن لازم يتغسل يوم أي يوم لا إذا الشعر جاف كل يومين وزيت الشيل فتاة لحتى هالدهون ما تغرق البصلة ويبلش هالبصلة تغرق بالدهون وتهر وهذا شيء معروف وبزيت الوقت إذا كان ساعات النوم منا مدروسة نلشأ لنجبر حالنا نشرب ماي وهذا الشهر دايما نحكي فيه أنه نركز فيه على الماي لحتى ننظف جسمنا وكل هالإدرتاسيون بيشعل لبرة وإن شاء الله بالحلقات الآتمية نهار الخميس لحن بلش نحكي تفاصيل شكراً لك ليلة عبيد نلتقى نهار الخميس مع موضوع أكيد تاني هلأ وقفي ونرجع من تابعا نحن وياكم لايف فخليكم أنت حلوة وحابة تكوني أحلى تمحي أسار الزمين والأيام عندك مشكلة وبدك تلقيل الحل أنا ليلة عبيد بهديك وبهدي المكتبة العربية كتيب طبيعة جمل من حوادر البيت وخيرات الطبيعة وكتيب خلطات شرقية من سحر الشرق وعبق تاريخ بلديننا العربية بقيت ملونة من وصفات جمالية للمرأة الشرقية يا أحلى ما قيل بالحسن والجميل وجذبية الزمين